بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب المدرسة الشريفة الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم شدوط الألعاب التعليمية أو ما يعرف بـ Jumps Activity في الفيديو ده هنبدأ نتعرف على خاصية جديدة من الحاجات اللي تم إضافتها لمنصة إدمودو مؤخرا وهي أسئلة Jumps Activity أسئلة Jumps Activity هتقدر تلاقيها حضرتك كمدرس داخل الفصل التعليمي بتاعك لما تتيجي تنشئ كان بيظهر لك بس إنشاء المهام أو الواجبات وهي إنشاء الأسئلة دلوقتي تم إضافة Jumps Activity علشان تتعرف على Jumps Activity هي عبارة عن مجموعة من الألعاب التعليمية والأنشطة التعليمية اللي ممكن هتلاقيها موجودة على موقع Jump Start في بعض الأنشطة هتلاقيها جاهزة وفي بعض الأنشطة هتقدر أنك تضفها كمعلم رابط الموقع هيكون تحت الفيديو أنا دلوقتي هبدأ أني أنشئ امتحان جديد على Jumps Activity هبدأ بقاني أعمل إنشاء وبعد كده أخذ Jumps Activity أقدر بقاني أحمل من المكتبة بتاعتي في امتحانات أنا عملتها قبل كده أو أنشطة أنا عملتها بشكل مسبق أو الأنشطة الجاهزة على موقع Jumps Activity وممكن أخذ جديد حاليا في مجموعة من الأسئلة الموجودة هنا في الأنشطة هي نفس الفكرة اللي موجودة عندك في الامتحانات النشاط بيتكون من مجموعة من الأسئلة حضرتك بتقدر تتحكم فيها النوع الأول اللي هنرده لحضرتكم وهو الاختيار من المتعدد استخدمنا نفس الأسئلة اللي استخدمناها قبل كده في فيديو الخاص بإنشاء اختبار علشان نوصل نفس الفكرة أنا دلوقتي عندي في السؤال الأول حطيت السؤال بعد كده حددت هل السؤال بتاعي إجابة واحدة ولا إجابات مختلفة كتبت الإجابات بتاعتي واخترت الإجابة الصحيحة وعملت Save أقدر أضيف صورة أقدر أحزف اختيار من الاختيارات أقدر بأني أختار أنه تكون الإجابة إجابات متعددة وليس اختيار واحد ولكن أنا هنا السؤال بتاعي صمنته على إنه اختيار واحد في عندي هنا طريقة مختلفة هو هنا بيعرض لي بأن في مجموعة من الطرق اللي هو بيعرض بها وهو هنا بيعرض لي هنا بالكلاسيك كارد كروت تقدر تختار منها وتقدر تعمل معينة فهتقدر تختار على طول من الكروت ديت إيه الاختيار الصحيح الكروت ديت هتبقى بدل الدوائر إن الكارت كله متفاعلي معاك طيب فيه نوع تاني زي الديزرت آيسلند نفس فكرة الكروت ولكن الكروت بشكل مختلف واستجابتها بشكل مختلف وفيه عندي هنا بلانت بوب عملة زي اللعبة التعليمية فهنا بيتحول مدفع هو اللي انت بتختار به والإجابات بتاعتك هنا تكون صغيرة وفيه عندك الاختيار ده كمان وهو نفس الفكرة بيكون عندك اختيارات ولكن لازم تنتبه لحاجة لو انت الاختيار بتاعك أو الجمل بتاعتك جمل كبيرة هنا ساعتها اختار الديزرت آيسلند أو الكلاسيك ودايمن الأفضل بأنك تختار كلاسيك في الجمل الكبيرة لأن الانواع التانية ما هيش مؤهلة ثنيا لتحمل كمية كبيرة من الكلمات اللي انت ممكن تكتبها في الاختيارات بتاعتك في نفس الاختيار طبعا تقدر تضيف صورة بشكل طبيعي جدا وتقدر بأنك تعمل اللي انت عايزه فيه السؤال ده تقدر تحذف السؤال أو تقدر تضيف أي سؤال تاني عادي بشكل طبيعي بالنسبة للنوع التاني من الأسئلة وهو الاختيار من المتعدد وهو الإجابات المتعددة الإجابات المتعددة علشان تختارها وعلشان تكون القيمة دي مفاعلة لازم تكون مختار كلاسيك كارد أنا لو اخترت شكل تاني غير الكلاسيك كارد هيكون هنا الإجابة بتاعتي هيوقف لي اختيار زينجل أو مالتي فهاخد الكلاسيك كارد طبعا هو هنا احتفظ لي بيء الإجابة بتاعتها ولكن هتلاحظ هنا بأن تصميم الاختبار لو انت هتكتب الحاجة ديت من الأول يبقى انت لازم تختارها في الوضع بتاعك كلاسيك نفس الفكرة بنبدأ نحدد الإجابات ولكن هنا في أكتر من الإجابة هتلاحظ بأنه هيطلع عندك هنا في المعينة مشكال الكروت اللي انت هتختار منها في الإجابة أو اللي الطالب هيختار منها في الإجابة بتقدر تعلم علامات صحة في المربعات اللي بتبقى أعلى الكارد النوع الثالث من الأسئلة هو الصح والخطأ بتكتب العبارة بتاعتك وبعدين بتحدد هل العبارة بتاعتك صحيحة ولا خاطئة وبيزهر لك السؤال بالشكل ده الطالب بيضغط على الكارد اللي موجود فبيتم اعتماد الشكل بتاعه أغلب أشكل الأسئلة ما فيهاش غير كلاسيك باستثناء الاختيار منه متعدد السؤال الرابع هو سؤال توصيل أو ماتشنج بتبدأ تكتب الأسئلة بتاعتك والإجابات كأنك بتوصل ما بين عمودين العمود ألف والعمود باء وهنا التوصيل بيتم بطريقة تقليدية بأنك بتضغط على عمود وبتسحب الخط للعمود التاني هنا لازم تنتبه لشيء بأن السؤال بيكون على الشمال والإجابة بتاعته بتكون على اليمين السؤال اللي بعده هو سؤال أو الإجابات القصيرة أو الأسئلة المقالية السؤال ده أنت بتكتب المحتوى فيه وبعدك كده هو بيوفر لك مساحة فاضية للإجابة هتتعرض المساحة ديت على الطالب في السؤال السادس في الان ذا بلانك وهي السؤال أكمل أو إملأ الفراغ بتكتب العبارات بتاعتك وبعد ما بتكتب العبارات بتاعتك بتحط الشرط السفلية زي ما هو هنا موضح لك في التعليمات علشان توضح إيه هي الفراغات طبعا هنا رقم الفراغات بواحد اثنين تلاتة أربعة ولو تلاحظوا هنا حضراتكم هتلاقي الفراغات كلها متوضعا طيب أنا دلوقتي بعد ما وضحت الفراغات هدخل هنا وأوضح الإجابات نفس المشكلة اللي هنا بتحصل بأنه الحروف هنا بتكون فيها مشكلة إنها لازم تقبل استجابة نفس الاستجابة اللي انت حطتها في الحرف فنفس المشكلة اللي شرحناها قبل كده في إنشاء الاختبار بأنك ما ينفعش أنك تحط حاجة ممكن يغلط فيها الطالب إملائيا سيتأمر بوطة أو حمزة أو أي حاجة وبرضه في نفس الوقت ما ينفعش بأنك تحط حاجة لها أكتر من طريقة للكتابة يعني مثلا المدينة منورة ممكن يكتب المدينة أو ممكن يكتب يفرب فهنا ده هيتسبب في السؤال ده والأخطاء ديت هتوعيق عملك بعد كده كمدرس بيزيد عليه السؤال ده بميزة حلوة في حالة الصفوف الصغيرة أو في حالة أنه أنت عايز تسهل على الطالب تقدر تستخدم كلمات كأنك بتديله الكلمات اللي هو هيختارها بعد كده علشان يكتب من ضمنها الإجابات بتاعته أو يملأ من ضمنها الفراغات بتاعته هنا تقدر بأنك تشغل بنك الكلمات فبتظهر له الإجابات وهو بقى بيبدأ يختار يعني هو مثلا مجبود عنده الخمس إجابات ديت هتظهر له هيبدأ هو مثلا بأنه كلمة الطلقاء هو عايز يحطها في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة وكذلك في باقية الإجابات في حالة لو أنت فعلت الخاصية بتاعت وورد بانك هتظهر الإجابات بالشكل ده فالطالب يقدر يختار منها للإجابة بتاعته في حالة لو أنت قفلت الخاصية ديت بيبدأ الطالب يجاوب بشكل طبيعي على الأسئلة بدون ما يتعرض لأي كلمات مساعدة ممكن تتقدم له هعمل سيف للسؤال وبعد كده هطلب منه إنشاء سؤال جديد في السؤال الجديد أنا هاجي أختار نوع السؤال التتابع في السؤال ده بيبدأ بأنه يقدم لك مجموعة من الفقاخيع اللي أنت بتقدر أنك تفرقعها بالترتيب تقدر تستخدم السؤال ده كمدرس بأنك تطلب من الطالب بأنه يرتب الأحداث مثلا أنا هقدر بأني أقول للطالب رتب الأماكن التالية حسب ورودها في قصة عقبة ابن نافع هنا هبدأ بأني أدي له الإجابات فمثلا هقول له الإجابة الأولى مكة الإجابة التانية المدينة المنورة لاحظ هنا بأن الفقاقيع خلت كلمة المدينة المنورة هنا بينا بشكل همجيه طيب أقدر بأني أمسح كلمة المنورة وأحتفظ بيه الإسم مختصر بعد كده هقول له الشام بعد كده هقول له مصر في الحالة دي الطالب مطلوب منه بأنه يبدأ بأنه يتحرك بيه المؤشر فييجي على مكة وبعدين المدينة بعدين الشام بعدين مصر الفقاقيع ديت هتتحرك بشكل عشوائي في المساحة الفاضية ديت لو الطالب اختار خطأ هنا ساعتها بيتم احتساب السؤال بتاعه خطأ أنا هعمل save وبعد كده هعمل معينة علشان نشوف الأسئلة ديت هيشوفها الطالب ازاي في السؤال الأولاني هو الطالب هنا بيبدأ يكتب الإجابة فالإجابة الصحيحة هي مكة هتلاحظ بقى أنه قدت عزيز للطالب في الوقت الممباشر في السؤال الثاني الإجابة الصحيحة هي الثلاث أسئلة ديت لنفرض أن أنا ما اخترتش السؤال ده أو اخترت السؤال ده لو أنا عملت كده هيحسب لك بأن دي ثلاث إجابة الصحيحة والإجابة الرابعة كانت خطأ لو ديت العبارة ديت الإجابة بتاعتها الصحيحة طب لو أنا تعمدت بقى أني أختار خطأ هتلاقيه هنا بيحظر الطالب بقى أنه هنا أخطأ بالنسبة للسؤال التالي بتقدر هنا بقى أنك تضغط على عمود وبعد كده تسحب للعمود التالي من اللي كان له دور فتربوي في إعداد عقبة هو عمر بن العاص ضغط على الإسم الأولاني وبعدين ضغط على العمود التالي طيب من اللي هاجر ليثرب بعد مولد عقبة بعام طبعا الإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب من اللي شارك في فتح الشام ولم يبلغ العشرين من عمره ضغط عليها وبعد كده ضغط على عقبة فحطيلي خط طب من الخليفة اللي أمر بفتح الشام ومصر ضغط عليها وبعد كده ضغط على عمر ضغط عليها وبعد كده ضغط على عمر بن الخطاب فهنا خلاص عمل الخطوط طيب لو في خط أنا شاكك فيه كمدرس أو أنا شاكك فيه كطالب بيقدر الطالب بقى انه يضغط على الخط مرة تانية فبيلغي الخط مرة تانية. لو في حاجة غلط بيضغي عليها علامة اكس. انا هنا هجاوب اجابة مختصرة فهقول ليتحاشى اذى المشركين. هعمل هتلاحظ بان ضعف التنسيق في السؤال ده. علشان كده اتعمدنا بان انا نحط فيه برغم بان انا هنا كتبنا كل عبارة في سطر وبينهم انتر الا بان في ضعف في التنسيق سؤال اكمل هنا. فبالتالي لما تيجي تحط اكمل العبارات اسم العبارات الى اسئلة وما تحطهاش في سؤال واحد لا اسمها في اسئلة. حط واحد في سؤال واثنين في سؤال وثلاثة في سؤال علشان ما تضعفش التنسيق العام بتاعك. انا هنا مسلا هاخد له الطلقاء. التنسيق هاخد له المدينة المنورة. ولازم هنا تفتكر بان حالة الاجابة بتكون حساسة الى الدقة الاملائية. رتب الاماكن التالية حسب ورودها في القصة. هنا احنا ترتبنا الاماكن. بتبدأ الاماكن تتحرك حركة عشوائية. انت تبدأ انك تختار على سبيل المسال مكة هي اول مدينة وردت. بعدها المدينة بعدها الشام بعدها مصر. طب لو انا اخترت مصر الاول هتلاقي هنا بيطلع تحذير بان اجابتي غلط بان السؤال بتاعي تتابع فيه ما هوش كده وبينهي الاختبار هو بشكل مباشر ما بيسمحش بالعودة. هعمل له اجزيت. لو انا ضغطت اجزيت هنا هيبقى الاسئلة اللي انا عملتها ما هياش محفوظة ولكن لو انا ضغط له فينش هيرجعني اليه القايمة الرئيسية. انا هنا هكتب له اجتيفتي. واحط شرطة. واكتب جنبه مثلا هنا عقبة. هعمل فينش. بيبدأ بانه يطلب منك البيانات بتاعة النشاط ده علشان النشاط ده ممكن يتاح للعامة او لبقية زملائك المدرسين في انحاء العالم. لاي حد بيستخدم منصة jump start. او لاي حد بيصمم اسئلة jump activity. في البداية انا كتبت اسم الامتحان. بعدها هل انت عايز الامتحان ده للعامة ولا امتحان خاص بك انت موجود في مكتبتك انت الشخصية. مافيش مشكلة. طيب انت عايز الوقت توقيت بتاع الامتحان. لو انت حابب تحط وقت لي الامتحان كاملا تقدر بانك هنا تختار الوقت اللي انت عايزه. عندك وقت ما بين 30 ثانية الى 15 دقيقة وده لحد الاقصى. لو انت عايز تحط وقت لكل سؤال تقدر بانك تحدد ده الوقت الخاص بكل سؤال. طيب. انا ده الوقت لو عندي امتحان عايز اخليه فوق الربع ساعة. الربع ساعة هو اقصى مدة مسموح لك بها هنا في الانشطة. طيب لو انا عايز احط اكتر منها. على سبيل المثال انا لو خدت لكل سؤال في الامتحان ستين سانية. يبقى انا كده هاخد دقيقة لكل سؤال. طيب الديقة ديت لكل سؤال. يبقى انا لو حطيت ستين سؤال يبقى انا عندي ستين دقيقة. يبقى انا هنا تعديت الوقت اللي هو مخصص للنشاط. بالنسبة للعنوان بيطلب هنا منك تحديد المادة اللي انت تبعها. الصفوف اللي ينفعها النشاط ده بتبدأ انك تحددها. لو المنهج الخاص بالنشاط ده مخصص للسنة واحدة هحدد له السنة الوحدة ديت في الطرفين. انما لو النشاط ده مثلا للمرحلة الاعدادية كاملة ممكن احط له من اول الصف السابع لغاية الصفة التاسعة. لغة الامتحان هتخليها الانجليزية. لان حاليا مفيش متاح الا الانجليزية والصينية. بعد كده هعمله بكده هيكون حفظ الامتحان ده على صفحتي الشخصية في موقع بقدر على طول باني اجرب الامتحان وبقدر باني اشارك الامتحان علشان يزهر الامتحان للطلاب بتوعي. انا هعمل مشاركة وهضغط له على شير. هنا بيقول لي انت تحب تعينه لفصول ايه? انا بحب تعينه للفصل وان بريب تجريبي. لو انت عايز تضيف فصول تانية تقدر تضيف الفصول التانية اللي انت عايز يحط فيها الامتحان ده. لو انت عايز تكتب حاجة. هنا مثلا شارك وتعلم. بتقدر بانك تكتب الحاجة ديت. بعد كده بتديها مشاركة للطلاب. في الحالة دي بيبدأ الطالب بانه ياخد فكرة عن النشاط بتاعه. والنشاط بتاعك بيبقى له كود تقدر بانك تستخدمه بعد كده في انشطة تانية. في نفس الوقت لو انت دخلت عليه على موقع بتقدر بانك تتعرف على ايه الانشاطة بتاعتك هي للصف الكام. اه ايه مدى الاستجابة او التفاعل مع النشاط ده. طبعا زي ما حضرتكم ملاحظين النشاط هنا بيبقى مفاعل للتعامل مع الطلاب. وبيترك لكل طالب حرية التعلم والمشاركة في النوع ده من الانشاطة. بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالجامبس اكتيفتي او اسئلة الانشطة بتاعت الالعاب التعليمية. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيه ونتمنى اتشرفونا باشتراكم في القناة.